نفذت وحدات من اللواء الخامس حرس الجمهورية في محور الحديدة تمدين مسير مع بدء العام التدريبي الجديد الفين واربعة وعشرين حيث قطع المشاركون مسافات طويلة في تضاريس متنوعة لمعنويات عالية أركان حرب اللواء العقيد محمد الروسي أكد جاهزية اللواء لتنفيذ أي مهام هجومية تسند إليه من قائد ومؤسس المقاومة الوطنية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح شيرا إلى أن هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية تقدم دليلا إضافيا على أن الميليشيا التي تنفذ أجندة إيران لعسكرة البحر الأحمر منسلخة تماما عن الجسد اليمني بدورهم جدد المشاركون التأكيد على جاهزيتهم معاهدين الله والوطن والشعب بمواصلة النضال الوطني حتى استعادة الدولة وعاصمتها المختطف صنعاء ترجمة نانسي قنقر